هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 ZLab طبعا في هذا المقطع رح أعطيكم 10 حركات لازم تعرفونها وراح تخليكم من لاعبين مبتدئين إلى لاعبين محترفين في لعبة RDR 2 نزل الجزء الأول إذا ما شفتوا راجع القناة وراح تحصل الجزء الأول من هذا السلسلة هذا السلسلة بكل بساطة رح أعطيكم 10 حركات رح تفيدكم في اللعبة جدا 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 في الله نخش في المقطع أول حركة رح تكون تفعيلك للديد آي بشكل صحيح كثير سالون يا صالح أنا شغل للديد آي لكن فقط تجيني طلقة كيف أبا مجموعة من الطلقات اللي مشهورة دايما أول شي طلع سلاحك قنص على العدو R3 و L3 بعدها رح تضغط R1 R1 على جميع أجزاء العدو عشان تظهر لك عرفت كيف يعني الهرجة بكل بساطة تفعيلك للديد آي بشكل صحيح رح يكون كالتالي رح تقنص على العدو بعدها رح تشغل عن طريق R3 و L3 بعدها رح تضغط R1 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 عشان تحدد الأماكن اللي تبقى أرثر يطلق فيها أو عشان تطلع على الإكسات تعرف كيف تفحط الحصان أو لا تعرف ما تعرف طيب أسمع رح تاخذ القير اللي في اليسار وتحركه على شكل دواير يعني تلفه 360 و رح تضغط X66 بعدها رح تلاحظ أن الحصان معاك رح يفحط طيب تعرف ترجع ريوس بالحصان أكيد ما تعرف أسمع رح تضغط الهو L2 بعدها رح تضغط R1 R1 مرتين رح تلاحظ أن الحصان رح يرجع على ورا مرة أخرى عشان ترجع ريوس رح تضغط L2 بعدها R1 و R1 رح تحصل أن الحصان يرجع ريوس لحاله بالنسبة للأشخاص اللي يحبون الصيد بشكل كبير و يحسون أنه حصان واحد ما يكفيهم إيش الحل هنا أديكم مثال بسيط جدا على سبيل المثال أنت حصلتلك جلدين كبار وتبغاهم كلهم و كلنا نعرف أنه الحصان الواحد فقط يشيل جلد كبير واحد فإيش السوات أو إيش الحل بكل بساطة رح تروع على الطريقة العام أو الشارع وتدبر لك أحد الأحصنة يعني يا تسرق أحد الأحصنة أو تروض أحد الأحصنة يعني دبر لك أحد الأحصنة بعدها رح يصير معاك اللي هو حصانين حصانك الرئيسي والحصان المؤقت بكل بساطة رح تحط جلد واحد على أحد الأحصنة والجلد الثاني على الحصان الثاني فرح يصير عندك جلدين كبارية في حصانين مختلفين وتستفيد من الحصان المؤقت وتنقل الجلد إلى مكان معين بدل ما تشيل ثمانية جلود صغار واحد كبير رح تصير تشيل ثمانية جلود ثمانية ستعشر جلد صغير واثنين كبار فهمتك كيف؟ يعني دبر لك حصان ثاني مؤقت وكذا تعبي بأشياء الصيد حقك تصير تشيل ستعشر جلد صغير واثنين كبار تستفيد منها بقدر الإمكان يصير ترجع للمحل اللي تبيع له الجلود وتطلع له الجلود كذا دستها وتبيع له إياها بالنسبة للحركة الرابعة رح تكون حركة تعبية الرصاص بشكل سريع بكل بساطة كل اللي عليك إنك تخلي آخر رصاصة في السلاح بعدها رح تشغل الديد آي رح تلاحظ إنه الرصاص تعبه زي ما تشوفون أنا هنا خلصت الرصاصات آخر واحدة شغلت الديد آي شوية على طول رجعت معايا ستة رصاصات فهذه مفيدة جدا في الحروب يعني إذا كنت تحارب واحد ما رح يستناك يعني حي خليك تعش تقايب وينفضك بالشتقين في وجهك إنسى على طول شغل الديد آي وطفيها وراح يتعبى معاك الرصاص زي ما شفتوا في الجيم بلاي بالنسبة للحركة الخامسة رح يكون ربطك لحصانك في المكان المخصص للأحصنة أو في أي شجر طبعا هذه الحركة جدا جدا مهمة وتنمي العلاقة بينك وبين حصانك بشكل كبير جدا فحاول بقدر الإمكان إنك لما تنتقل من مكان معين إلى مكان آخر وتترك حصانك فحاول بقدر الإمكان إنك تربط في شجرة أو تربط في المكان المخصص حق الأحصنة أيضا حاول بقدر الإمكان أيضا إنك تسوي لك تقوس خاصة بينك وبين حصانك فيعني بين فترة وفترة روح غسل وروح أعطي أكل هدي أمسح عليه يعني سوي لك تقوس خاصة بينك وبين حصانك عشان تزيد العلاقة بينكم بشكل كبير وتتوفق فيه وتزيد معاك الاستمنة والهيلث والطاقة بشكل أكثر وأكثر وأكثر أيضا أحيانا الحصان وسط الحروب يتوتر ويصير هايج عشان تتفادى هذه المشكلة كل اللي عليك إنك تضغط L3 عشان تهديه وتزيد العلاقة بينكم الاثنين أحد أكبر المشاكل اللي تواجه معظم الأشخاص اللي لعبوا اللعبة تردد إنه لما يروحون حرب معينة أو ينزلوا لحارب أحد يحصل والله الأسلحة ما هي موجودة عنده اللي هي الشوتقن أو البندقية ما هي موجودة عنده إيش حل هذه المشكلة؟ بكل بساطة رح تتوجه اللي عند محل الأسلحة ورح تضغط عليه مربع بعدها رح تظهر لك هذه القائمة ومن هنا رح نبدأ نعدل أسلحتنا بحيث إنه ما ننزل من الحصان إلا رح تكون الأسلحة اللي نزبطها تكون معانا دايما كلنا نعرف إنه نقدر نشيل فردين وسلاح في كتفك وسلاح في ظهرك اللي الحين رح تبدأ ترتبها رح تختار فردين تبغاهم دايما يكونون معاك ورح تضغط على أحدهم ربع والثاني رح تضغط عليهم ثلث وبكذا ما تروح أي مكان إلا الفردين هذول رح يكونون موجودين عندك فعندك فردين واحد يضغط عليهم ربع والثاني يضغط عليهم ثلث بالنسبة للأسلحة اللي تبغاها على كتفك واللي على ظهرك تقدر تشيل سلاحين على سبيل المثال أنا أبغى البندقية تكون في كتفي رح أضغط عليها مثلث وإذا تبغاها على ظهرك رح تضغط عليها مربع وبكذا يكون ما تطلع من حصانك إلا رح تكون هذه الأسلحة موجودة عندك تنخيصة للهرجة كلها إنك تقدر تاخذ فردين اختار أحد الفرود واضغط عليه مثلث والفرد الثاني رح تضغط عليه مربع وبالنسبة لي اللي في كتفك واللي في ظهرك واحد رح تضغط عليهم ربع والثاني رح تضغط عليهم ثلث وبكذا ما تطلع من حصانك إلا رح تكون هذه الأسلحة معك خطوة جدا ضرورية إنك تعدل أسلحتك الحركة السابعة رح تكون في الخريطة في الخريطة ترى تقدر تضيف ماركر أو علامة في مكان معين بحيث إنه تبقى هذا الماركر وهذه العلامة بحيث إنك ترجع لها مرة أخرى على سبيل المثال والله إنت حصلت لك إستر إيكس بمكان معين لكن إنت الآن مشغول بترجع له لاحقا حط هذا الماركر وبكذا رح تبقى في الخريطة وتقدر ترجع للمكان اللي حددته بالنسبة للحركة الثامنة رح تتعلق بالقبعات لما تكتل أحد رح تلاحظ إنه بعض القبعات تنور وبعض القبعات ما تنور بكل بساطة الهرجة إنه القبعات اللي تنور لما تأخذها رح تنحفظ معاك في خزنة الملابس اللي في المخيم واللي ما تنور ما رح تنحفظ معاك عرفت؟ يعني عندك مجموعة من القبعات اللي ممكن تأخذها من الأرض وتنحفظ عندك في خزنة الملابس بالنسبة للحركة التاسعة رح تكون كيف تشغل كشافك وتحطه في جيبك أول شي رح تدور لك على أحد النبتات الموجودة والموزعة في جميع أنحاء العالم فكل اللي عليك إنك تتوجه لأحد النبتات وتضغط عليها مربع عشان تشيلها أول ما تشيلها رح تضغط مثلث 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 عشان يطلع على حصانك أول ما يطلع على حصانك رح تغير سلاحك يعني تغير الكشاف وتحط سلاح ثاني زي ما تشوفون في الجيم بلاي رح يحط الكشاف في جيبه وراح يكون معه سلاح أو أي شي ثاني عرفتك كيف؟ يعني بكل بساطة تلخيص الهرجة إنك رح تقرب حصانك من النبتة رح تشيل النبتة عن طريق ضغطك لزر المربع وهو يشيلها رح تضغط مثلث 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 عشان تطلع فوق الحصان أول ما تطلع فوق الحصان رح تغير السلاح ثاني وبكذا يكون شغل تكشاف وهو في جيبك زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالنسبة للحركة العاشرة والأخيرة إنه ترى تقدر تاخذ سيلفي في لعبة Red Dead Redemption 2 رح تطلع الكاميرا بعدها رح تضغط مربع عشان يبدأ ياخذ اللي هو سيلفي عندك مجموعة من الأزرار زر الـ R2 عشان ياخذ الصورة L1 عشان يسوي Focus أو ما يسوي Focus والغير اللي في اليسار Zoom in and Zoom out عندك اللي هو سهم فوق وسهم تحت عشان يغير ملامح وجهه يعني يخليه معصب يخليه زعلان زي كذا وعندك سهم يمين وسهم يسار عشان يغير الوضعيات يعني مرة يخلي يده هنا مرة يسوي حركة معينة يعني يغير البوز أو الحركة اللي هو مسويها الآن كذا يكون انت تقدر تاخذ سيلفي في لعبة Redemption 2 وأحلى شيء انك تاخذ سيلفي والكشاف منه ورتحت والله فلها شكرك يطع فخم طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام